الطاقة يعني طاقة الأوراق ما بتبين بالضبط الوقت لكن بشكل تقريبي بنحاول نشوف الأمور طبعا قرأت أنا لبرج التور لصديقتي قبل يومين فهي هلأ عم بتشوف القراءة وما بعرف إذا بتطلع قريبة أو نفسها لكن بسلم عليها طبعا بقول لها حبيبتي ما يعني ما تشكي في قراءتي لأنه كتير أنا بقرأ لها وغالبا يعني بيكون صح بس آخر فترة عم بتقولي ولا ما زبط قلت لها مش مشكلتي يمكن أنت طاقتك سلبية في هاي الفترة فبدنا نعرف يا جماعة معلومة أنه كمان الطاقة مش ثابتة الطاقة هلأ طاقتك أنت إيجابية بعد فترة يمكن يصير عندك شوية مشاكل أو كذا أمور سلبية بتتحول طاقتك من طاقة إيجابية وتفاؤل لتشاؤم أو كذا هذا كله بيأثر على القراءة للفترة الجاي ولكل الفترات برج التور حبيبي برج التور طبعا تحملت كتير بس خلينا ما نكذب على بعض يعني بداية السنهاية أو خلينا نقول بداية شهر ثلاثة بلشت الأمور ما نحكي أنه الأمور صارت واو كل شي تمام لا بس أكيد أنت حاسس أنه في تحسن إذا حسيت أنه الأمور ما فيه ولا شي عم بصير منيح فبدك تراجع كيف أنت عم بتفكر وتتعاطى مع حالك كيف أنت عم بتفكر بالأمور لأنه أنت المسؤول عن كل اللي بيصير حوالك طبعا حسب طاقتك حسب تفكيرك في الأمور فهذا في الدين وفي العلم وفي علم الطاقة هذا كله الأمور هاي موجودة وطبعا أنا دائما بنصح كل المتابعيني أنهم شوي يعني يدخلوا مجال مش الروحانيات خلينا نقول نبسطها يعني أنه أنا كيف أفقع آآ طاقتي آآ كيف آآ آآ أدخل موجة السعادة أو تيار السعادة ولو مصطنعة لأنه كل هاي الأمور آآ بتصب في مصلحتكم هلا بخلينا نشوف بالفترة الجاي لبرج آآ التور طبعا أنا قبل فترة قرأت لبرج التور وقلت لهم أن الأمور آآ في تحسن آآ معادة شهر 2 و1 كانوا مش أوكي لكن إحنا هلا بشهر 6 7 8 كتير الأمور ممتازة لو بدنا نخصص آآ حنقول شهر 6 هو آآ من أحلى الأشهر آآ في هاي السنة هو و شهر 12 بالنسبة لبرج آآ الثور آآ برج التور حبيبي في عندك موضوع متعلق في الماضي آآ هذا الموضوع أنت عم بتحاول تتناسى أنا ما عم بقولك إنساء آآ بس حابة أحكي لك أنه تصالح مع كل شي قديم لأنه الفترة الجاي كتير حلوة من كل آآ النواحي آآ أكتر شي مبين عندي بالأوراق إنه في شخص آآ هذا الشخص آآ ما بعرف هو مبين إنه روحاني شوي حكيم كتير آآ الناس بتلجأ له في حل مشاكلهم ما بعرف هو آآ ما بحكي إنه روحاني لكن ممكن يكون آآ مسؤول في عمله آآ مدير أو كذا فهذا آآ الشخص حيظهر في حياتك أو هو من الأه من الأساس هو موجود في حياتك لكن حيتكرس العلاقة بناتكم حا آآ تزيد وممكن يكون شخص جديد على الفكرة ممكن يكون شخص جديد حامل لك آآ رزقه والرزقه هاي مو بس مال ممكن يكون حب آآ بالأخير حيكون فيه سعادة آآ كبيرة على كل النواحي وهذا دليل إنه هذا الشخص اللي أنا عم بقول عنه هو الشخص آآ مش حكيم بمعنى حكيم بشكل عام لا هو هو بمعنى إنه حيحل لك مشاكلك كلها أنت فاهم شو يعني هذا الحكي؟ يعني هذا الشخص هو بالنسبة إلك بمثابة ملاك بدك تنتبه لظهوره في حياتك ممكن يكون موجود لكن عم براقبك هو بس أنت ما عم بتحس في الفترة الجاي حتشوفه بشكل آخر حيصير فيه تقارب كبير والأحلى من هيك إنه فيه احتمال كبير كتير إنه يكون هذا هو نصدك الثاني توقم روحك حبيبي برج التور أنا بعرف إنه اللي بهمك أولا وأخيرا هو العمل والمادة وهذا الشي مو غلط أنت دائما بتحط العائلة أو إذا كنت أعزم بتحط العلاقات العاطفية أو العاطفة في المرتبة الثانية أو الثالثة أو العاشرة لكن العمل عندك هو نمبر ون نصيحتي إلك بالأشهر الجاي إنه تركز على العاطفة أنت مهتم كثير بالعمل والعمل الحمد لله من حسن لأحسن زي ما بيحكوها لكن أنت بتنقصك العاطفة هذا الميزان في حياتك يعني لازم يكون موجود وهو حاليا مش موجود أنت في فرص كتير عم بتمر معاك في حياتك في هذا الوقت خاصة طبعا ما ننسى إنه برج التور كتير عنيد خلينا نحكي أو بطريقة تانية هو بتمسك كتير بالمبادئ تبعوله أو مش من الناس اللي بيحبوا التغيير أو بيحبوا أنهم يغيروا شخص بشخص أو لا بس أنا بنصحك بالفترة الجاي تكون ديناميكي أكتر اللي مش تمام معك في شغل خاصة في الشغل في أشخاص مبينين قدامي في بالشغل كتير مواضيع يعني عالقة في أشخاص ما بيريدوا لك الخير في الشغل فحاول إنك يعني خلينا نقولهم بس حاول إنك تحط حدود لهدول الأشخاص لأنه من طيبتك أنت يا برج التور أنت عم تترك كل شخص بتعامل زي ما بده معك فأنا بنصحك تحط حدود لهدول الأشخاص شغلك مليان بالأحقاد لكن الحلو بالموضوع إنك دائماً أنت بتفوز دائماً أنت بتفوز فهذا هو اللي بشكل الغيرة في العمل عندك بمعنى آخر انتصارات كبيرة بالشغل بالفترة الجاي بالفترة اللي بعدها الشغل ما حيكون كتير واو يعني بس ما ما حيكون سيء لذلك بوصيكم برج التور حبايبي تهتموا شوي بالعاطفة أنتوا من الناس الكتير بتهتموا بنفسكم بتحبوا المظاهر نوعاً ما بتحبوا يعني هو شخص أنيق في الحياة برج التور بكلامه أنيق بلبسه أنيق في تعامله مع الآخرين أنيق لذلك هو بستمد دائماً من الطرف الآخر نفس هاي الأمور أنا بقولك يا برج التور مو شرط يكون الشخص اللي قدامك اللي حتحبه واللي أنا عم بحكي لك عنه هو نفس مواصفاتك أنت دائماً بتدور على شخص مواصفات ونفس مواصفاتك وهذا إشي كتير غلط يمكن أنت فيك عيوب أنت مش مدركها الشخص الجاي في هاي الفترة يعني في القريب العاجل هذا الشخص أنت لازم تستقبله بطاقة إيجابية عالية ولازم تفكر أكتر بالعاطفة تقلل فكرك تقلل تفكيرك بموضوع الشغل لو أنت مش أعذب لو أنت عندك عائلة في عندك سعادة عائلية كبيرة إذا كمان كان عندك أطفال يعني الفترة الجاي أنا غنصحك أنه تهتم في العائلة وتهتم في الأمور العاطفية أكتر شوي لأنك كتير ما عم تعطيهم اهتمام لذلك عم تخسر شوي من اهتمام كمان عائلتك فيك وهذا الإشي كتير بدايئك أنت برج التور بتحب تاخد وتعطي وتعطي أول شي بعدين تاخد بتحب الأخ والعطم مش من الناس اللي يعني دائما بقولها أنا أنه برج التور من الناس الحقانيين بيحبوا أنهم يقابلهم الشخص اللي قدامهم زي ما هم بيقابلوا في نفس المستوى من الرقي والصدق والشفافية هذا الإشي طبعا احنا مش بالمدينة الفاضلة هذا الشي مش موجود في أشخاص كتير زي ما قلنا هون في أشخاص كتير بيريدوا لك الشر فأنت لازم دائما تفكر بالأمور الأفضل والأحسن لإلك تفكر بحالك يا برج التور بكفي أنه تفكر باللي حواليك وبس دائما بتفكر شو الرياكشن تبع الشخص اللي قدامك لا ما تفكر بالناس أبدا ركز على نفسك وأنت كتير بتستاهل الفرصة اللي قلتلك جاي عطري إن شاء الله وبستنى منكم تبشروني وهذا احتمال كبير يكون الزواج ونهاية سعيدة زي ما هو نبين عنا هون فبتمنى لكم شهر أو ثلاث أشهر كتير حلوة لبرج التور ولبنت برج التور اللي كتير بحبها ولجمانا صاحبتي اللي هي برج التور واللي إحنا تشارطنا على هذا الشخص اللي حيظهر في حياتها وعن بنراقب أنا وياها فبقولها كمان اتقني شوي وحيظهر هذا الموضوع في حياتك لكن بشرط إنه طاقتك تكون إيجابية نحاول نتفقل يا جماعة جماعة برج التور شوي متشائمين سوداويين بقولكم يعني إذا أنا بحكي لكم إنه الفترة الجاي كتير كتير حلوة فليش مصرين تكونوا متشائمين باي باي لبرج التور وبتمنى لكم إن شاء الله فترة كتير حلوة وكتير رائعة زي ما هو نبين بالورا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة